بمقتضى أدائه لليمين الدستورية يتمتع نائب أليا بحصانة برلمانية تمكنه من أداء مهامه التشريعية دون أي ضغط من أي جهة كانت وتقيه المساءلة عن موقف أو رأي أدل به في إطار هذه المهمة إلا أن تلك الحصانة على أهمية هامش الحماية التي توفيرها للنائب فإنها لا تعد مطلقة ما ورد في الدستور الفصل الستوستين اللي ما يتمتعش النائب بالحصانة في حالة الشتم والثلب والعنف داخل وخارج البرلمان بقية الإجراءات بقية كما هي النائب يتمتع بالحصانة سواء كان حالة جنحة أو جناية أو إذا كان متعلق بالعمل البرلماني متاعه الدستير المتعاقبة في تونس وعلى غرار نظيراتها في التجارب المقارنة مكنت بدورها القضاء من الحصانة الجزائية الحصانة الجزائية معناه باش الناس يفهموا اللي هي رأي مش الهدف منها أنه الإفلات من العقاب لا الحصانة هي ضمانة لإستقلال القاضي ضمانة أن القاضي يكونش تحت ضغوطات وبالتالي يمكنه من حصانة إذا القاضي ارتكب جريمة أو كذا فالمجلس بتبيعة الحال يعني يرفع عليه الحصانة وهي مسألة أساسية القاضي لا يمكن ملاحقته من أجل قرار أو موقف أبداه في حكم ولكن يمكن ملاحقة القضاءات إذا ارتكبوا جرائم تتعلق بالفساد المالي أو تتعلق بالرشوة أو تتعلق بجرائم الحق العام أو بحادث مرور إلى غير ذلك من الجرائم الجرائيا الجاسة العامة في البرلمان وحدها من تقرير رفع الحصانة عن النائب من عدمه إذ يكفي أن يكون تصويت بلا لرفع الحصانة حتى ينتهي الاحتفاظ بالنائب المطلوب أو الموقف على ذمة التحقيق أما بالنسبة إلى القاضي فلا يقع الاستماع إليه أصلاً ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي سيبت في العشرين من جوان الجاري في رفع الحصانة عن ثلاثة عشر قاضياً تعلقت بهم شبهات ارتكاب جرائم قاضي التحقيق إذا كان تفتح قدام بحث تحقيقي ضد قاضي فقاضي التحقيق يطلب من المجلس على القضاء أنه يرفع الحصانة عن القاضي المعني بالأمر وبالتالي ليسامعه أو استنتقي فيما ينسب إليه وزير العدل أو الجهة القضائية هي التي تطلب من البرلمان رفع الحصانة على النائب المطلوب ثم المجلس يرتقي أن معناها هذه التهمة ربما تكون كيدية أو من أجل معناها أغراض سياسية أو برلمانية فأنه لا يصدق على رفع الحصانة معناها القاضي يقعد راهين قرار لجنة الحصانة وقد تقول له هي لا سيلة ويزيد لها لجنة الحصانة تقول له أعطيني الملف فرق بين التعبير عن قراءة وفرق بين الجرم المرتكب هذا ما يدخلش فيه الحصانة خاصة التلبس وطول فاصل 22 هذا اللي يحكي في النظام الداخل يحكي على التلبس قالك حتى كانت وقفة ما ترفع حصانة يروح الحصانة حين تقطع فيها الشخصي بالوظيفي أصبحت مثار جدل واسع لدى الرأي العام الذي لا يطالب سوى بالمساواة بين الجميع أمام القضاء حين أصبحت الحصانة تعني ضرورة الإفلات من العقاب بالنسبة للبعض في الأنظمة يعني الحصانات هي دائما مدخل للإفلات من العقاب وللأسف أنه الآن معاش نجمو نحكيه على نظام الحصانات سواء حصانات برلمانية وحصانات رئاسة الجمهورية وحصانات سياسية فبالتالي أن الأنظمة الحديثة حاليا تتخلى عن هذه الحصانات مقابل سيادة القانون أنه كل شخص ارتكب جريمة من المفروض أنه يمثل أمام المحكمة دون حاجة إلى إجراءات قلت لا يقع تتبع النائب تلت فترة نيابية بتتبع جزائي أي كي بدأ متعلق به قضاء جزائي هذا يتضرب مع الدستور ويتضرب حتى مع القانون الدول اللي هو الضرب من ضروره بإفلات من العقاب باش نمشيه وتقول لك السقوط العقاب بمرور الزمن لخمسة سنين وشفنا معناه في المجالس المجلس الوطني والتأسيسي والبرلمان كله معناه سقطه خيط رفيع يفصل بين الحق في الحصانة وواجب المحاسبة معادلة أثبتت على مدى تعاقب التجارب في الحكم أن كلاهما يحتكم إلى الإرادة في الملاحقة وفتح الملفات